بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ونحن على مسافة قريبة جدا من بداية شهر الخير شهر البركة شهر رمضان المبارك نكون معكم اليوم والجزء الثاني بارتو لموضوع المساحات المستوية بلان اريا باي ديفينت انتقرال وسولفنا بالدرس الماضي بالجزء الاول المساحة بين منحني دالة ومحور السينات واليوم رح نستمر في هذا الموضوع بالنسبة الى الدوال المثلثية وبعدين هنا رح ننتقل الى المساحة بين منحنيين باتوين تو كير اريد البداية لدرسنا اليوم نطلع على المخطط اللي موجود امامكم اللي باللون الاحمر هذا يمثل دالة الساين وباللون الازرق هذا يمثل دالة الكوسين من اقولكم متى يكون الساين يساوي صفر يكون الساين يساوي صفر عند الصفر والباي والتو باي والثري باي وفور باي فاي باي وهكذا ومن اريد ارجع بالاتجاه الاخر رح اقول سالب باي وسالب اثنين باي وسالب ثلاثة باي وسالب اربعة باي سالب خمسة باي وهكذا من اقولكم متى يكون الكوسين يساوي صفر يسا هنا المنحن اللي موجود باللون الازرق هذا يمثل الكوسين الكوسين يساوي صفر عند الباي على اثنين والثلاثة باي على اثنين والخمسة باي على اثنين والسبعة باي على اثنين والتسعة باي على اثنين الى ما شاء الله ومن اريد ارجع للاتجاه الاخر رح اقول سالب باي على اثنين والسالب ثلاثة باي على اثنين وسالب خمسة باي على اثنين وسالب سبعة باي على اثنين الى ما شاء الله اذا انتشوفون من خلال قراءتي بان البي على اثنين مو البي على اثنين اللي تعرفوها اللي صير هنا أنا مدى أشتغل هنا المحورين الإحداثيين Coordinated Plan إذن أنا إذا أشتغل هنا الزوايا الصفر والباي على الثنيا والباي والثلاثة باي على الثنيا هذا تقع على المحور السيني تقع على الأكس أكسس وإلا المحور الصادي هذا الذي يحتاجه يحكي على الواحد والسالب واحد ومثل ما تعرفون بأن هنا الـ range مال دالتين سين والكوسين هو محصور بين الواحد والسالب واحد السدومين لا هذا مفتوح هذا R لكن هنا المدى ماته هو بين الواحد والسالب واحد ما ممكن يعبر فوق الواحد ولا ممكن ينزل جوه السالب واحد إذن هنا الـ Y مثل ما تشوفون أعلى نقطة هي الواحد وأدنى نقطة هي السالب واحد لهالسبب من أجي أسألكم أقولكم متى يكون الساين يساوي صفر ومتى يكون الـ cos يساوي صفر أريد منكم كتبوا لي هذه القوانين اللي موجودة أمامكم الآن إذن من الساين X يساوي صفر فرح أقول الـ X تساوي صفر زائد Nπ ومن الـ cos X يساوي صفر فإن الـ X تساوي π على 2 زائد Nπ وهذه الآن تمثل الأعداد الصحيحة إذن أريد تكتبوا لي هذا اللي موجود أمامكم الآن وطبعاً إحنا متفقين بأن الساين دالة فردية والـ cos دالة زوجية يعني الـ cos تلغي الإشارة السالبة للزاوية والـ sin السالبة تطلعها بره واليشترك مع الـ cos بهذه الصفة هو مقلوبة الـ cosecant أو عفواً مقلوبة secant يعني secant سالب X يساوي secant X لكن الـ يشترك مع الـ sin بهذه الصفة ما تبقى من النسب المثلثية الأربعة اللي هي الـ cosecant والـ tan والـ cotan إذا عندي زاوية سالبة السالبة رح تطلع بره إذن أريد تكتبوا لي هذه القوانين اللي رح تكون مفتاح بداية محاضرتنا اليوم متى يكون الساين يساوي صفر إذا عوضوا مكان الـ n صفر فرح يطلع الجواب صفر إذا عوض واحد رح يكون باي 2 باي 3 باي 4 باي ومن أجل عوض القيم السالبة رح يصير سالب باي سالب 2 باي سالب 3 باي وهكذا وين يكون الـ cosine يساوي صفر من أعوض مكان الـ n صفر رح يصير عندي باي على 2 من أعوض واحد رح يصير باي على 2 زائد باي اللي هو 3 باي على 2 من أعوض الثنين رح يصير 5 باي على 2 وهكذا ومن أعوض القيم السالبة رح يصير سالب باي على 2 سالب 3 باي على 2 سالب 5 باي على 2 سالب 7 باي على 2 وهكذا إذن هذه القوانين وراء ما كتبناها هل ستقولون شلون رح يجينا السؤال تماما نفس المقدمة اللي أخذناها بالدرس الماضي Find the area of the region bounded the curve Y equals sine X on the X axis on the interval ونعطيني الفترة اللي هي السالب Pi على 2 Pi read تكتبوا لي هذا السؤال على موض نبدأ نحل هذا السؤال وشن الفرق بين الـ polynomial الدوال كثيرات الحجود وبين الدوال المثلثية طبعا هنا اللي حاضريني اليوم ويانا من المجموعة العربية صيغة السؤال تماما نفس الصيغة اللي أخذناها الدرس الماضي جد المساحة المنطقة المحددة بين المنحني ويساوي sine X ومحور السينات بالفترة سالب Pi على 2 Pi أو بصورة سريعة جد المساحة المحصورة بين المنحني ومحور السينات إذن أول عملية رح أسويها الدالة رح أسويها بالصفر واريد تركزون ويايا وأطيكم مجال لتحلون السؤال البعد إذن الدالة رح أسويها بالصفر رح أقولي هنا sine X تساوي صفر إذن معناها sine X تساوي صفر والغاية من هذه العملية أريد أحسب نقاط التقاطع إذن إحنا من شفنا المخطط قبل قليل وين sine يقطع محور السينات رح أجي أفرض ال Y تساوي صفر ورح أجي أستخرج نقاط التقاطع مع محور السينات هذه نقاط التقاطع هي اللي رح أتحدد لي أكون مساحات صايرة فوق محور السينات وأكون مساحات صايرة تحت محور السينات وواجبي بأن أجي أحسب هذه المساحات كلاً لوحدها وبعدي أجي أجمع هذه المساحات ولكن ضمن الفترة اللي داي قيدني بيها لو أجي أباوع هذا السؤال دا أشوف بأن الفترة اللي ناطنيها بالسؤال داي يقول لي سالب pi على ثنيان يعني تبدي منا وإلى الباي اللي تنتهي هنا إذن داي يقول لي أريد المساحة بين المنحني هذا ومحور السينات بهذه الفترة من سالب pi على ثنيان إلى pi زيان شنو هذه المساحة السالب pi على ثنيان من أريد أقيم عمود بهذه الصورة والpi من أريد أقيم عمود بهذه الصورة إذن المساحة اللي يريدها من عندي تحديداً هي هذه المساحة إذن هذا رح يكون جزء هذا رح يكون عندي جزء وهذا رح يكون عندي جزء يعني معناها رح يصير عندي قطعتين تماماً يعني قطعة رح تكون محصورة بين السالب pi على الثنيان والصفر هذا رح يسوي تكامل مستقل وقطعة أخرى رح يكون من الصفر إلى pi هذا تكامل مستقل وكل تكامل رح يجي حصره بالقيمة المطلقة من سالب pi على ثنيان للصفر رح يطلع جوابه سالب إذن خارج المطلق رح يكون الجواب موجب ومن صفر إلى pi رح يكون الجواب موجب خارج المطلق رح يبقى موجب هذا الحجي هندسياً ولكن أنتم مطلوب منكم بأن ترسمون المطلوب منكم بأن رح أجي أطبق القانون اللي شفناها السين عندي حاجة زيان عندي السالب pi على الثنيان وعندي الباي وين يكون السين x يساوي صفر شو تقول القاعدة اللي اتفقنا عليها قبل شوية إذن اتفقنا بأن ال x تساوي صفر زائد n pi إذا كان السين يساوي صفر أنا رح أقول الزاوية تساوي صفر زائد n pi إذا كان السين 4x رح أقول 4x تساوي صفر زائد n pi زائد هس رح أجي أبدي بالn تساوي صفر مرة وأحسب قيمة ال x وبعدين أخذ ال n تساوي واحد مرة ثانية وأحسب قيمة ال x وأخذ ال n تساوي 2 ال n تساوي 3 ال n تساوي 4 زائد لي وين لي وين أنتهي بمجرد رح أصطدم بالحاجز الأيمن بعد أتوقف ماكو داعي أكمل ال n المجرد إذا نسى من ال n تساوي صفر إش رح يصير عندي أقول ال x تساوي صفر وهذا الصفر بالتأكيد ينتمي إلى الفترة المغلقة سالب pi على 2 pi وسوف يجز التكامل من ال n تساوي 1 إذن رح عوض تعويض مباشر إذن ال x يساوي pi وهذا pi ينتمي إلى الفترة السالب pi على 2 pi ولكن هو طرف إذن ما طول اصطدمت بالحاجز الأيمن خلاص بعد ماكو داعي أخذ ال n تساوي 2 ال n تساوي 3 ال n تساوي 4 لأن بالتأكيد كلها سوف لا تنتمي هذه لو كانت الفترة بالسؤال مثلا هنا 3 pi كان بعد أخذت ال n تساوي 2 وال n تساوي 3 زيان ما طول الفترة بها قيم موجبة وقيم سالبة بديت بالصفر وأخذت القيمة الموجبة لأن توقفت وين أروح أروح إلى القيم السالبة لأن إذن راح أقول من ال n تساوي سالب 1 سالب ما سيصير هنا سيكون عندي ال x تساوي سالب pi إذن هذا السالب pi لا ينتمي عبارة ستقول لي ما مدرين ينتمي ولا ينتمي استقرها كقيمة عددية تقابل سالب 180 درجة هل هي موجودة بين السالب 90 وال 180 درجة لا موجودة إذن معناه هذا لا ينتمي إلى الفترة السالب pi على 2 pi إذن خلص بعد قيم سالبة ماكو داعي أخذها إذن قبل ما أبدي بالتكامل إش وقت أتوقف نحن قلنا رح أبدي بالصفر ورح أخذ مجموعة من القيم الموجبة 1 2 3 4 5 6 لي وين أتوقف أتوقف بأحد احتماليا أما أصطدم بالحاجز الأيمان أو أحقق أول عبور لهذا الحاجز واحد منهم لو أصطدم بالحاجز لو أحقق أول عبور لهذا الحاجز إذن من أخذت الأن تساوي واحد اصطدمت بالحاجز الأيمان زين من أخذت الأن تساوي سالب واحد حققت أول عبور للحاجز الأيسر إذن ما اصطدمت بالحاجز الأيسر لكن حققت أول عبور للحاجز الأيسر إذن خلاص رح أجي أتوقف إذن من اللي رح يجزئ التكامل فقط الصفر عندي هو مطرف الباي هو كان طرف لكن الصفر مطرف إذن رح يصير عندي هسة تكامل رح أقول أي تساوي مطلق تكامل مليوين من سالب باي على اثنين للصفر للساين اكس دي اكس إذن هذا أول واحد زائد مطلق تكامل من صفر للباي هذا أيضا ساين اكس دي اكس أنا عندي الفترة السالب باي على اثنين باي ويدخل بيناتهم الصفر إذن رح أقول من سالب باي على اثنين للصفر مرة ومن الصفر إلى الباي مرة أخرى أسه هنا شنو تكامل الساين مباشرة رح يصير مطلق تكامل الساين هو السالب كوساين اكس وهنا أيضا رح يصير سالب كوساين اكس شوفوا القوس ورح أكتبه الإشارة السالبة يفضل على الأحواط استحبابا بأن أخليها خارج القوس داخل المطلق إذن هنا مليوين هذا من سالب باي على اثنين إلى الصفر وهنا أيضا نفس الشي إذن هذه قلت عليها من صفر إلى باي شنو الغاية من هذه العملية على مود الإشارة السالبة هذه هذه الإشارة السالبة رح تطلع ما طول هي مضروبة تطلع خارج المطلق تتحول إلى موجبة وأيضا هذه الإشارة السالبة رح تروح خارج المطلق تتحول إلى موجبة وأكو سؤال أنتو رح تحلوا بيديكم بعد شوية رح يطلع سالب ربع هذا السالب ربع رح يطلع خارج المطلق يسر ربع إذن شوف التعويض ما رح يكون عندي أقول ويساوي هذا مطلق داخل المطلق عندي قوسين ببيناتهم طرح وهذا أيضا نفس الشيء هذا قوسين يكون ببيناتهم طرح من عوض الحد الأعلى رح يصير عندي كوساين صفر ومن عوض الحد الأدنى رح يصير كوساين سالب باي على 2 أعوض الباي رح يصير كوساين باي وهنا رح أجي أعوض الصفر إذن ويساوي مطلق كوساين الصفر واحد كوساين السالب باي على 2 هذه السالب تلغى وكوسان الباي على 2 صفر يعني واحد ناقص زائد هذا العسر عندي السالب واحد ناقص واحد إذن مطلق الواحد هو واحد مطلق السالب اثنين هو اثنين إذن واحد زائد اثنين إذن هذا ثلاثة يونت سكوير إذن معناها انتهى حل هذا السؤال وأريد منكم موجود لكم بالملزمة تريد تأخذ هنا سكرين للشاشة وبنفس الطريقة رح تحلون السؤال البعد ولكن السؤال البعد فيه صفتين خاصة الصفة الأولى بأن الزاوية مو اكس رح أقول لك الساين اربعة اكس إذن هنا رح تقول لي اربعة اكس تساوي صفر زائد ان باي ومن تأخذ الان ما تقول ينتمي او لا ينتمي إلا تبقي لك اكس وحدها يعني من يصير عندك اربعة اكس تساوي باي ما تقول لي هذا لا ينتمي تقول لي يؤدي الى اكس تساوي باي على اربعة هذه الباي على اربعة رح تقول عليها تنتمي او لا تنتمي إذن هذه الصفة الأولى الصفة الثانية الفترة اللي رح اطيكيها اطيكيها صفر باي على اثنين بما ان الفترة لا تحوي على قيم سالبة فرح اكتفي باختيار قيم للان صفر وموجب ولا اذهب الى القيم السالبة إذن ما اريد اطول عليك وإذن هذا السؤال وراء مؤاخد السكرين للسؤال الأول وأريده واجب عليك اتفضل حلي هذا السؤال ورح اطيكم مجال دقيقتين دقيقتين ونص ورح نفتح باب النقاش لهذا السؤال نعم اسا هنا نستمع لكم ونسبة المشاركة مع عجبتني يعني من بين اثنين وخمسين طالب دعش طالب رافعيدة لا هاد الشغلة محلوة ما اريدها اريد اكثر ومع هذا نسمع ورود شنو رايج في حل السؤال اول شي نساوي معادرة بالصفر ايضا نساويها بالصفر ايضا رح اقول ساين اربعة اكس يساوي صفر اربعة اكس يساوي صفر نعم بما ان الساين يساوي صفر فرح نقول اربعة اكس يساوي صفر زائد ان باي ايضا اربعة اكس تساوي صفر زائد ان باي اسا هنا رح ابدي بقيام ان بزيان منو اذا الان صفر ايضا الان تساوي صفر اش رح يصر عندي رح يصر اربعة اكس يساوي صفر فالاكس تساوي صفر ايضا معناها الاكس تساوي صفر يا صفر أقول لها أنت تنتمي بس ما لدي علاقة بك إذن هنا لأنه حاجز ولكن هذا حاجز أيسا إذن معناها رح أستمر وإذا الان واحد صار أربعة أكس تساوي باي إذن صار عندي أربعة أكس تساوي باي يعني معناها الأكس تساوي باي على أربعة إذن الأكس تساوي باي على أربعة إذن هذه تنتمي إلى الفترة اللي هي الصفر باي على أثنين إذن معناها تنتمي وبعتها بينيا يعني رح أكمل بعد ناخذ أن تساوي باي إذن من الأن تساوي باي إذن إش رح يصير عندي هسة أربعة أكس تساوي باي إذن معناها الأكس شنو باي على أثنين الأكس هو باي على أثنين إذن هذا ينتمي ولكنه لا يجزء إذن هذا ما رح يدوقني ما عندي مشكلة إذن من اللي يهمني هسة إذن فقط من الأكس تساوي باي على أربعة إذن هذه القيمة البينية إذن هذه رح تجزء عندي التكامل كم تكامل حيصير عندي هسة أثنين ما يصير إذن رح يصير تكامل يعني التكامل الأول مطلق تكامل صفر إلى باي على أربعة إذن من صفر إلى باي على أربعة هذا هو ساين أربعة أكس دي أكس إذن هذا هو باي على أربعة إذن من باي على أربعة إذن من باي على أربعة إلى باي على أثنين أيضا هذا رح يصير ساين أربعة أكس دي أكس شكرا إليج جيدا رسل شلون أكمل ما هو التكامل لهذا السؤال يساوي نعم أستاذ نعم أستاذنا رح نقول أنه من مطلق تكامل أستاذ ما عندي تكامل أنا رح أكامل لسا ما عندي شيء نعم رح يكون عدنا هنا سالب ربع كوسين أربعة أكس إذن سالب ربع ونفتح القوس هذا رح يصير عندي كوسين أربعة أكس مين لي وين هذا؟ من صفر إلى باي على أربعة إذن نفس العملية سالب ربع ونفتح قوس هذا رح يصير كوسين أربعة أكس من باي على أربعة إلى باي على ثنين إذن هنا برأيك يسا هذه الربع شو رح تعمل بها سالب ربع نقدر نطلعها برا المطلق إذن هنا هذه رح تطلع للخارج إذن هذه السالب ربع رح تطلع للخارج ورح يصير عندي واحد على أربعة مطلق هنا رح يصير عندي كوسين ببيناتهم طرح وهنا أيضا نفس العملية واحد على أربعة مطلق هذا رح يكون كوسين ببيناتهم طرح زين شنو التعويض؟ هسنا من رح نعموض للحد الأعلى رح نختص الروية الأربعة فيصير كوسين باي إذن هذا رح يصير عندي كوسين باي وهنا؟ والثاني كوسين صفر كوسين صفر والثالث؟ كوسين 2 باي زين والرابع إذن هذا رح يكون عندي كوسين باي إذن الأمور أصبحت جيدة جدا الآن هنا ويساوي هذا الواحد على أربعة الكوسين باي سالب واحد سالب واحد كوسين صفر واحد إذن هنا النوب إياها سالب واحد زائد واحد على أربعة وصالب 2 باي وهذا واحد والباي سالب واحد حفوان وكوسين باي سالب واحد يعني معناها زائد واحد مطلق السالب إثنين إثنين فيه ربع يعني رح يصير إثنين على أربعة أو أكب واحد على اثنين وهذا أيضا رح يصير أثنين على أربعة أو واحد على أثنين يعني الجواب هو واحد هذا هو يونت تربية إذن هنا السؤال يعتبر أيضا سؤال سهل وقلنا المطبات اللي ممكن يتوقع الطالب بأن ما يقسم على أربعة يجعل الباي يقول هذا الباي لا تنتمي لا هو الأكس اللي رح أقول عليه قيمة الأكس إذن هذه رح أقول عليها تنتمي أو لا تنتمي إذن هذه فكرة السؤال شنو التغييرات اللي ممكن يصير في هذا السؤال ما يقول لي ساين أربعة أكس يقول لي اثنين ساين اثنين أكس كو ساين اثنين أكس إذن أنا تلقائيا أحولها إلى ساين أربعة أكس هذا رح تكون عندي هواية أسهل أحولها ساين أربعة أكس رح هواية أسهل أثناء ما أساويها بالصفر وأكمل الحل أخافي يقول لي مثلا ربع ساين أربعة أكس لسا هنا قيمة الأكس هي باقية نفسها لكن هنا التكامل رح يتبدل والناتج النهائي للتكامل رح يتبدل وعندي سؤال آخر ساين أخذ هذا السؤال أستاذ نعم يا الله أفضل لصورة لا أستاذ بس ساينة أسألك علي ساينة الوحدة يعني مهمة؟ ساينة الوحدة هيون التربيع؟ الوحدة نعم ما طول هنا مساحة أما تكتب لي وحدة مساحة بالنسبة للطلاب الاعتيادي والمتميزين وحتى الطلاب الاعتياديين إذا هنا يون التربيع تكون بعد أحسن هسا هنا الروح الى سؤال اخر وهذا السؤال اكتبوا find the area of the region bounded the curve y equal cosine x and the x-axis on the interval سالب pi جد مساحة المنطقة المحددة بالمنحني y equal cosine x ومحور السينات بالفترة سالب pi pi اذا واضح جدا بان هنا لازم اساويها بالصفر اذا رح اقول cosine x تساوي صفر ولكن كونوا على حذر اذا كان sine يساوي صفر فاني اقول الصفر زائد n pi واذا كان cosine يساوي صفر احنا قلنا الزاوية رح تكون pi على 2 زائد n pi اذا مباشرة رح اقول x تساوي pi على اثنيا زائد n pi زين بما ان الزاوية او الفترة بالسؤال طرفيها احدهما موجب والاخر سالب اذا اول ما ابدي بالصفر ان تساوي صفر وبعدين اخذ القيم الموجبة وصولا الى الحاجز الايمان او اول اجتياز له ثم نأخذ القيمة السالبة وصولا الى الحاجز الايسر او احقق اول اجتياز الى اذا رح ابدأ بالن تساوي صفر اذا كانت الان تساوي صفر واضح جدا بان ال x تساوي pi على 2 والpi على 2 اكيد هي تنتمي الى الفترة المغلقة سالب pi pi من اخذ الان تساوي 1 اذا ايش رح يصير عندي x تساوي pi على 2 زائد pi اللي هو 3 pi على 2 اذا هذا 3 pi على 2 حققت اول اجتياز للفترة اذا رح اقول علي لا ينتمي معناها بعد ما كدعي اخذ قيم اخرى مجبل الان رح انتقل مباشرة الى القيم السالبة من الان تساوي سالب واحد اذا هنا يؤدي الى x تساوي pi على 2 ناقص pi هذا يمثل سالب pi على 2 والسالب pi على 2 بالتأكيد ينتمي الى سالب pi pi هذه الفترة المغلقة بعض الطلاب يستعجل هواية يقول ما طول صورة الواحد ما تنتمي اكيد صورة السالب واحد ما تنتمي ما لا علاقة كل واحدة دعا وضع واحدة ثم من الان تساوي سالب 2 ثم اذا سيصير عندي x تساوي سالب 3 pi على 2 وهذه لا تنتمي الى الفترة المغلقة سالب pi حس هنا سأجي بالتكامل اكيد ان هنا كان عندي سالب pi و pi ودخلة بيناتهم سالب pi على 2 و pi على 2 اذا سيصير عندي ثلاث تكاملات انا مخير اريد ثلاثتهم بسطر واحد وبعدين اكامل وعوض اريد اسوي ايوان واي 2 واي 3 وبعدين اجمع بالاخير انتو مخيرين بين هذه الامرين اذا انا سأسوي بسطر واحد اذا الاي تساوي مطلق تكامل من سالب pi الى سالب pi على 2 وياريت ما طول الفكرة اصبحت واضحة ياريت لو تكتبون ويايا واذا بعدكم مملحقين تركوا دي مجال 3 اصطر وكامل ويايا كامل ويايا اذا هنا خلي اذنك يمي وعينك على الدفتر وحاول تحل ونخلص واذا تقدر تخلص قبلي اذا cos x dx اذا هذا المطلق الاول المطلق الثاني من سالب pi على اثنين الى pi على اثنين ايضا للكوسين x dx المطلق الثالث رح يصير من pi على اثنين الى pi هذا cos x dx اذا نجري عملية التكامل اش رح يصير عندي هنا اقول ويساوي ساين x من لوين من سالب pi الى سالب pi على اثنين ز ايضا sine x من لوين من سالب pi على 22 alla pi على 22 ز ايضا sine x من pi على 22 الى pi هسه هنا اجا دور التعويض وبعض الطلاب ديت وهم بالتعويض اذا هنا طبعا هنا كل دني الاسئلة لازم تكون محصورة بالقيمة المطلقة شنو فايدة القيمة المطلقة اذا كان الجواب موجب يبقى على حاله واذا كان الجواب سالب يضرب في سالب اذا لكل قيمة مطلقة احتاج قوسيا البياناتهم طرح اذا هذا المطلق الاول المطلق الثاني والمطلق الثالث هسه تردون تكتبون ساين كذا وبعضيا بالخطوة الوراها القيمة مات هنا انا رأسا راح اعوض طبعا بالامتحان يفضل بان اكتب ساين سالب باي على اثنيا ساين سالب باي ساين باي على اثنيا لكن انا راح اعوض رأسا من اريد اعوض ساين سالب باي على اثنيا هذه السالب راح تطلع براه باعتبار الساين دالة فردية وساين التسعين واحد ساين التسعين درجة واحد زيان من نعوض السالب باي السالب تطلع براه وساين الباي هو صفر اذا بعد ما راح تأثر عليها سموجب سالب ما تأثر من نعوض الباي على اثنيا واحد وعوض السالب باي على اثنيا سالب واحد من نعوض الباي صفر وعوض الباي على اثنيا واحد اذا الجواب مطلق السالب واحد واحد مطلق الثنيا هي اثنيا مطلق السالب واحد راح يكون واحد اذا الناتج هو اربعة ورح يكتب عليها يونت تربية اذا لازم اميز اذا الساين اساوي بالصفر قلنا صفر زائد ان باي واذا كان الكوساين يساوي صفر راح اقول باي على اثنيا زائد ان باي هذه الزاوية تساوي قبل ما انتقل الى الموضوع الجديد اخاف بالامتحان الوزاري ما يقول لك كوساين اكس يقول لك كوساين اثنيا اكس كوساين اثنيا اكس دير بالك هاي راح تكون اكتر خطورة ليش لان راح اقول لك اثنيا اكس تساوي باي على اثنيا زائد ان باي فمن ال N تساوي 0 رح يصير 2 X تساوي Pi على 2 إذن X تساوي Pi على 4 من ال N تساوي 1 رح يصير 2 X تساوي 3 Pi على 2 إذن X تساوي 3 Pi على 4 الموازين كلها رح تتغير ربما تصير عندك 5 تكاملات ربما 7 تكاملات أكثر أقل حسب طبيعة الفترةBS السؤال ولكن مو بالضرورة يقول لك كوسين 2 X ممكن يطيق مرادفاتها اللي هي كوسين تربيع X ناقص سين تربيع X ممكن 2 كوسين تربيع X ناقص 1 ممكن 1 ناقص 2 سين تربيع X بعد أصلا ممكن يقول لي كوسين 4 X ناقص سين 4 X وورما أحل الفرق بين المربعين واحد منهم القاعدة الذهبية قيمته 1 والآخر هو كوسين 2 X بعدين أرجع لنفس هذا الشغل إذن هنا أطيكم مجال تبتون معلوماتكم وتحلون هذا السؤال حل كامل وثلاث دقائق ونبدأ بالموضوع الجديد إذن نسى هنا راح نروح إلى موضوع جديد وريد تكتبوا لي الموضوع اللي هو أيضا مساحات إذن هنا ذات المحاضرة قلنا فيرس هنا سيكونت إذن بلان آريا بتوين تو كار جماعة العربي كتبوا لي المساحة بين منحنيين شنو معنى المساحة بين منحنيين المحاضرة السابقة كانت تتحدث عن مساحة بين منحنيين دالة ومحور السينات اليوم أنا عندي مساحة بين منحنيين يعني داشتشوف الرسم التوضيح اللي موجود أمامك وأنا أكدك بأن الرسم أنت مطلوب منك ولكن حتى تقتنع بأن هنا راح يطيني منحني أول يسمي لي F X يطيني منحني ثاني يسمي لي G X ويريد مني المساحة المحددة بين هذين المنحنيين بفترة معينة أول عملية أسويها لازم أستخرج نقاط التقاطع بين المنحنيين بالدرس السابق استخرجنا نقاط التقاطع مع محور السينات لكن هس راح أجي أستخرج نقاط التقاطع بين المنحنيين شلون راح أساوي هذا بهذا وصفر المعادلة وأحل المعادلة أستخرج قيم X طلعت لنقاط التقاطع وبعد راح أشكل دالة هذه الدالة راح أسميها بالدالة المولدة اللي هي فرق الدالتين فرق الدالتين أولى ناقص ثانية ثانية ناقص أولى ما كو مشكلة ولكن راح أجي أحصرها بالقيمة المطلقة هذا الرسم اللي موجود عندك بالكتاب يقول لي إذا كانت الدالة الأيوان كمنحني الأيوان إذا كان هو الأعلى فأنت الأفوف أكس إذا هو الأيوان فقل لي أفوف أكس ناقص جي أوف أكس وإذا بالعكس فاللي هو بالأسفل ستقول لي جي أوف أكس ناقص أفوف أكس هذا الرسم للتوضيح لا أكثر وأريد منكم تكتبون هذا الحشي لحشيته إذن هنا راح أعطيكم مجال دقيقتين تكتبوا لي هذا الحشي وبعدين نجي نفسر التفسير العلمي والحل لي ما مكتوب أمانكم إذن الأسئلة شلون ممكن تجيني ضمن هذا الموضوع أريد تركزون ويا يقول إذن كتبوا لي هذا السؤال Find the area of the region between y equal square root of x and the line y equal x جيد مساحة المساحة المحددة بين y يساوي جذر x والمستقيم y يساوي x أو جيد مساحة المنطقة بين y يساوي جذر x والمستقيم y يساوي x ممكن تجيني مرادفات لغوية جيد المساحة المحصورة بين y å جذر x والمستقيم y يساوي x الصراحة تقول لي أنت تقول لي منحني شو هسه هنا غيرت رأيك ده تقولي هنا منحني ومستقيم آني أقول لك المستقيم إذا كان اسمه Y فإنه يعامل معاملة المنحني إذا كان المستقيم اسمه Y يعامل معاملة المنحني وإذا كان المستقيم فقط X أخذنا هذا الدرس X يساوي A X يساوي B فإنه يعامل معاملة الفترة ماذا أنا حاليش نوع من الأسئلة السؤال الأول أنا راح أحلى وياك وإذا تريد تكتب ويايا والسؤال الثاني أنت راح تحلى وأبطيك ما جاء أول خطوة من قلك جد مساحة بين منحنيين أو يقول لك جد مساحة بين منحنيين ومستقيم اسمه Y أي أول عملية راح تجي ساويهم راح تقول لي جذر X يساوي X ساويهم بمجرد أن يساويهم أريد منك تحل هذه المعادلة تستخرج قيمة X شلون؟ أكيد هنا تحتاج تربيع الطرفين إذن ما راح تقولي هنا؟ إذن هنا راح تقول سكوير بوث سايد إذن بتربيع الطرفين إيش راح ينتج عندي؟ راح ينتج X يساوي X تربيع أصفر المعادلة يعني راح يصير X تربيع ناقص X تساوي صفر أستخرج X عامل مشترك راح يبقى X ناقص واحد يساوي صفر إذن معناها راح يكون أما إذن خطوات الحل الخطوة رقم واحد شا سوي بأن أساوي هذه الدالتين أساويهم وأحل المعادلة للاستخراج قيم X هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية نقوم بإنشاء الدالة المولدة الـ H of X هي فرق الدالتين بالطريقة لتعجبك تريد تقولي الأولى ناقص الثانية تريد تقولي الثانية ناقص الأولى إذن أنا راح أقول الجذر X ناقص X إذن شكلت الدالة المولدة وعندما أقول دالة مولدة هناك فرق لغوي بين المولدة والمولدة من تطفل الكهرباء يشغلون المولدة إذن هي من تقوم بتوليد الكهرباء لكن الدالة المولدة نحن من نقوم بإنشائها إذن الدالة المولدة هنا الـ H of X هي فرق الدالتين إذن هنا الشغل كله راح يصير على الدالة المولدة يعني راح اعتبره جد مساحة بين منحني ومحور السينات بكل الإحتمالات الأربعة اللي أخذناها بالدرس الماضي إذا علمت فترة بالسؤال فقيم X تقارن مع الفترة إذا هنا مطاني فترة مطاني مستقيمياً X بX أنا أعاملها معاملة فترة إذا كل شي مطاني قيم X الناتجة من مساواة هذه الدالة بالصفر ترتب تصاعدياً وهي يتمثل حدود التكامل وإذا تعذر مساواة الدالة بالصفر فإن المساحة تكون تكاملاً واحداً على الفترة الموقعة بنفس الاحتمالات الأربعة إذن مباشرة راح أقول A يساوي مطلق تكامل سواء جزئت أو ما جزئت إذن هنا قيمة مطلقة من صفر إلى واحد راح تقولين مين جدت هاي الصفر واحد هي هذه من مساوية الدالتين طلعت نقاط التقاطع المن للدالة المولدة اللي هي جذر X يعني معناها X أس نصف ناقص X DX ليكون تختار لهذه ليكون تختار لهذه إذن هذه من بديته بحل المعادلة من قلت بتربيع الطرفين من قلت بجذر الطرفين من ضربة المعادلة كلها في عدد من أقسم على عدد هذا كل كل الحش اللي حشيته يجوز استخدامه عند حل المعادلة لإيجاد قيم X ولكن لا يجوز إجراء التكامل عليه أربع شغلات تربيع الطرفين أو رفع الطرفين لأي قوة جذر الطرفين لأي قوة إذن هذه شغلتين نضرب المعادلة كلها في عدد نقسم المعادلة على عدد إذن عند حل المعادلة فهي جائز ولكن عند إجراء التكامل فهي غير جائز إذن مبدأ السلامة المن رح أكامل أكامل هذا الأجوة باكس شنو ناتج التكامل إذن هنا رح أقول ويساوي رح يصير X plus 3 على 2 هنا 2 على 3 تكامل للX رح يصير عندي نصف X تربيع هذا ما لي وين من صفر إلى واحد هسه يفضل أن أرجع إلى جذور ولكن أنت تقول للواحد تعويضه سهل ماكو داعي أرجع إلى جذور أقول لك ولا يهمك رح يصير 2 على 3 ناقص 1 على 2 ناقص 0 ويساوي 2 على 3 ناقص 3 على 2 المضاعف المشترك رح يكون 6 هنا رح يكون 4 ناقص 3 داخل القيمة المطلقة إذن مطلق الواحد على ستة هو واحد على ستة وأكتب علي هيون التربية إذا أدكم أي مداخلة على هذا الحج تفضلوا إذا كانت الصورة واضحة والطريقة التي شرحتها واضحة فهذا السؤال أريد منك ورح أطيك مجالة 3 دقائق أو أقل شوية Find the area of the region between Y equal X power 2 3 and the line Y equal X إذن بنفس الأسلوب اللي اتفقنا عليها قبل قليل وتدق إليك نعم أسمع منكم ورقي حسن تفضلي إذن أكس تكعيب يساوي أكس نعم أستاذ نصفر المعاودة يعني أكس تكعيب ناقص أكس يساوي صفر أكس تكعيب ناقص أكس تساوي صفر بعد نعم أصحب الأكس أعمل المشترك أوكي رح يصير هنا أكس تربيع ناقص واحد يساوي ناقص واحد يساوي صفر نعم إذن صار عندي الثلاث قيم إلى الأكس يعني أما الأكس تساوي صفر أكس تربيع تساوي واحد يعني معناها أكس تساوي واحد نعم واضح وأكس تساوي سالب واحد إزين ما عندي فترة بالسؤال إذن هذه تمثل الفترة شنو الدالة المولدة هنا نقول أكس أكس تكعيب ناقص أكس زين يصير أقول أكس ناقص أكس تكعيب أي عادي أي شي لأنه هنا الملاحظة تقول هذه الدالة المولدة هي تمثل فرق الدالة زين إذن معناها كم تكامل هيصير عندي هنا سؤال عندنا اثني من صفر إلى واحد عفية إذن مطلق تكامل من صفر إلى صفر لل أكس تكعيب ناقص أكس دي اكس إذن هذا التكامل الأول زائد مطلق تكامل من صفر إلى واحد من صفر إلى واحد أيضا هذا رح يصير أكس تكعيب ناقص أكس دي اكس إذن هو يساوي مطلق نعم واحد على أربعة ناقص هيصير أكيد واحد على اثنين أكثر بي ناقص واحد على اثنين أكثر بي زيان سكامل الثاني نعم ناقص نص أكثر بي هذا رح يكون من صفر إلى واحد هس ويساوي كل مطلق قوسيا ببيناتهم طرح وهذا أيضا رح يكون عندي هنا قوسيا ببيناتهم طرح من نعوض الصفر أكيد هذا صفر ومن نعوض السالب واحد رح يصير عندي ربع ناقص نص ناقص نص من نعوض الواحد رح يصير عندي ربع ناقص نص ومن نعوض الصفر هو صفر هذا النص معناه اثنين على أربعة فربع ناقص أثنين على أربعة هذا السالب واحد على أربعة وعندي سالب بره يعني رح يصير هنا مطلق الواحد على أربعة زائد هذا رح يكون مطلق السالب واحد على أربعة يعني معناها ربع زائد ربع أكيد هذا رح يساوي نص ناقص نص نعم عاشي إذن هنا السؤال أيضا يعتبر بسيط وربما أخف من السؤال القبلة ولكن نقول عليه شوية أكثر صعوبة لأنه تكامل السؤال القبلة كان تكامل واحد زي بنفس الطريقة أريد تحلولي هذا السؤال إذن هنا شخط الفت العملية find the area of the region between f of x equal x square minus 2x and the line g of x equal 4x minus 9 on the interval ونعطي نها negative 2 2 إذن هنا أيضا عندي مستقيم وعندي منحني جماعة العربية نفس الصيغة مع السؤال جد مساحة المنطقة المحصورة بالمنحني f of x تساوي x4 minus 2x والمستقيم g of x تساوي 4x minus 9 وعلى الفترة السالبة 2 2 إذن أطيكم مجال دقيقة واحدة أريد تشكلولي الدالة المولدة وأريد تحسبولي نقاط التقاطع على موت إشدون كامل هذا السؤال إذن أسمع من يا ماما أول شي راح أساوي الدالتين أساوي الدالتين طبعا هنا يفضل بمن أبدي بالx تربيع ناقص 2x إذن أوكي إذن صار عندي x تربيع ناقص 2x يساوي ساوي أربعة اكس ناقص تسعة زين يودي إلى راح يساوي اكس تربيع ناقص 6x زاوي تسعة إذن يعني صار عندي ناقص 2x ناقص أربعة اكس زايت تسعة يساوي صفر يعني معناها راح يصير اكس تربيع ناقص 6x زايت تسعة زايت تسعة يساوي صفر شون حلالي المعادلة هاي مربع كامل إذن ما طول بعد ما تأكدت منها مرتبة تنازليا وحديها الأول والثالث موجبين وحدها الأوسط اثنين في جذر الأول في جذر الثالث أكيد راح تكون مربع كامل أخذ منها الأول جذرة منها الأوسط إشارته من الثالث جذرة ناقص ثلاثة زايت بعد ساوي صفر الاكس تساوي ثلاثة إذن بجذر الطرفين وبعد يعني هنا راح يصير عندي اكس تساوي ثلاثة هذه الثلاثة هي لا تنتمي إلى الفترة سالة بثنياً اثنياً يعني شنو معناها يعني ما راح تجزئ التكامل يعني عندي تكامل واحد زين تكامل واحد المن إذن لازم أشكل الدالة المولدة من الدالة المولدة تساوي اكس تربيع ناقص ستة اكس زايت تسعة إذن هنا يعني اكس تربيع ناقص اثنياً اكس ناقص ناقص اربعة اكس ناقص تسعة يعني معناها السالب اللي راح تدخل على القوس إذن هذا معناه اكس تربيع ناقص اثنياً اكس ناقص اربعة اكس زايت تسعة السالب دخلت على القوس أجمع الحدود المشابهة راح يصر اكس تربيع ناقص ستة اكس زايت تسعة زايت تسعة أحل المربع كامل اللي راح يصيري هنا اكس ناقص ثلاثة تربيع السهناء الطريقة اللي حال بيها بالملزمة أنا مكامل هاي الصورة السهر اريد منكم اتكاملون هذه الصورة وشوفون النتائج راح تطلع نفسها او لا انتظركم للتكامل دقيقة وحدة نعم سارة باسم تمام شك انا اروشي راح تطلع ناحس قائدة خامسة نعم مشتقة داخل القوس هي واحد يعني معناها سال اي منو صار عندك مطلق تكامل الاي تساوي مطلق تكامل اكس ناقص ثلاثة تربيع يعني كل تربيع من سالب اثنين اوكي اذا هذا اكس ناقص ثلاثة تربيع دي اكس اذا هنا تقولين قاعدة خامسة مستقد داخل القوس موجودة خارج القوس يعني ما تحتاج شي اذا شنو ناتج تكامل راح يكون عندنا مطلق واحد على ثلاثة نعم اذا هنا مطلق وواحد على ثلاثة ونفتح القوس هذا نعم راح تصر عندنا اكس ناقص ثلاثة الكل تكعيب من سالب اثنين الى اثنين راح يكون عندي من سالب اثنين الى اثنين هذا الواحد على ثلاثة خلي يطلع خارج المطلق خارج المطلق اصلا وراح اجي اعوض قوسيا ببيناتهم طرح اذا شنو سيكون عندي ذائد مية وخمسة وعشرين يعني معناها رح يكون عندي مية واربعة وعشرين على ثلاثة على ثلاثة هذا رح اقول عليه يون التربية اذا هنا اعتقد السؤال سهل وجميل تقولون الريد سؤال يشبه اذا شو رح نسوي رح اسوي تغييرات بسيطة على الدوال الفترة هذي رح امسحها ورح اخلي فترة مكانها وهذا رح امسحها واخلي دالة مكانها وهذا رح امسحها واخلي دالة مكانها ازياد هسا هنا تكتبولي f of x تساوي جذر x ناقص واحد وهنا g of x تكتبولي نصف x والفترة تسووها اثنين خمسة اذا نفس العملية رح تساوون الدالتين صفرون المعادلة تستخرجون قيم x تشكلون الدالة المولدة وبعدين هنا تجرون عملية التكامل وعدكم مجال دقيقتين ونفتح باب النقاش اطيكم اكثر شوية ما يخالف يالله نادين اول شيء رح نطلع الدالة المولدة يعني بالبداية الدالة المولدة لتقاطعهم بالبداية اه اوكي عادي اقاطعهم خلق نقاطعهم يعني بالبداية اش رح يصير يصير x ناقص واحد جذر x ناقص واحد يساوي جذر x ناقص واحد يساوي واحد على اثنين اكثر اكس اكس زين بعد آآ هسا راح نربع الطرفين. اوكي راح نقول له هنا يعني ش راح يصير عندي? صر اكس ناقص واحد يساوي واحد على اربعة اكس تربية. زي بعد. هسا حنحول صر واحد على اربعة اكس تربية ناقص اكس زائد واحد يساوي صفر. ما اكو مشكلة يعني هسا هنا تبسيط اذا هذا ربع اكس تربية ناقص اكس زائد واحد يساوي صفر. باش هسوي لهذه? هضرب في اربعة اه طرفين في اربعة. نعم. اذا اش راح يصير عندي? اكس تربية ناقص اربعة اكس زائد اربعة يساوي صفر. اذا هذا هو مربع كامل. اي يصير اكس ناقص اثنين تربية يساوي صفر بجدل الطرفين. نعم. حيصير اكس ناقص اثنين يساوي صفر في اكس تساوي اثنين. زي. اذا الثنين شنو محلة من العرب? اه طرفي. نعم. اذا معناها راح يصير ال اكس تساوي اثنين. اقول علي ينتمي. ولكنه ما يهمني. اذا نسى هذا من اثنين الى خمسة. اذا الاي منه? اه هسا الاي من التكامل من اثنين الى خمسة. اذا راح يصير عندي الاي يساوي مطلق تكامل من اثنين الى خمسة. المن? افتح قول اه اه احنا بعد الهدل الموردة بعد ما شكلناها. دخل نشكلها. اذا نسى هنا ال اتش اوف اكس. اه اكس اكس اه ناقص واحد اه واحد على اثنين. يعني معناها. ناقص واحد اثنين. اذا هذا ناقص نصف اكس. يعني هذا راح اجي اكاملها. اذا معناها راح يصير عندي الاي تساوي مطلق تكامل من? اثنين الى خمسة. اثنين الى خمسة. المن? اكس ناقص واحد واحد على اثنين. ناقص نصف اكس دي اكس. ازين. اذا نسى هذا كل دي اكس. ازين. ويساوي. مشتقد داخل القوس. مشتقد داخل القوس واحد. نعم. اذا اش راح يصير عندي? ثان ثامن. نعم. يصير اكس اه اه اناقص واحد اثنين على اثنين. ومقلوبة. اه اثنين على ثلاثة. ناقص. اه ناقص اه نصف اه ناقص اه واحد على اربعة اكس 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 تربية. اذا هسه راح يجي دور التعويض. هسه اسيدتش يعني هاي الاثنين على ثلاثة ممكن تطلع بره لا لا. اي ممكن. لا ما ممكن. ليش لان ما مضروبة بالكل. المضروبة. مضروبة بس في هذا القوس. اذا كانت مضروبة بكل ما بعدها ممكن تطلع خارج المطلق تنتظر اصلا. اذا هذي لازم تبقى مكانها. اذا اش راح يصير عندي هنا. مطلق. اه راح. قوسيا. احنا ابياناتهم طارع. اوضيلي. اذا اريد ارجع الى جذر خب بعد احسن. يعني هذا راح يصير عندي اثنين على ثلاثة. الجذر التربيعي. للاكس ناقص واحد تكعيب وهذا راح ينزل نفسه ناقص ربع اكس تربيع. من اثنين على خمسة. فضلي عوالي هسه. هسه يصير اثنين على ثلاثة. اه 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 ا اربعة. زين من نعوض اثنين. اه هتصير اثنين على ثلاثة. اه اه في واحد. في واحد اثنين على ثلاثة. ومن نعوض بال اربعة اكسر بيه راح يكون عندي جواب. واحد. اه. هس فقط اتخلص من الاقواس. ستعاش على ثلاثة. ناقص خمسة وعشرين على اربعة. ناقص اثنين على ثلاثة زائد واحد. اجمع الحدود المشابهة. راح يصير عندي. اه يعني صارت اربعة وطعش على ثلاثة. ناقص. اي ناقص اي ناقص. ناقص خمسة وعشرين على اربعة زائد واحد. اذا فقط اواحد مقامات على اثناش. هنا راح يصير عندي ستة وخمسين. هنا راح يصير خمسة وسبعين. هنا راح يصير اثناش. اذا اثناش وستة وخمسين. هذا راح يصير ثمانية وستين. سالب خمسة وسبعين. زائد ثمانية وستين. راح يصير عندي سالب سبعة. اذا مطلق السالب سبعة على اثناش. ويساوي سبعة على اثناش. وهذا راح اقول علي تربيع. اذا هذا السؤال شوية. يعني النتائج ماتبه كسور فلازم طالب يكون مركز على الحل. اذا الواجبات اللي راح احبتكم اياها ضمن اه المساحة بين منحنيين. بس احنا الدالة المثلثية سولتناها. ساعة ساعة بس حتى اخذ الصورة. نرجع للسؤال الفضل. اذا هنا صفحة مية وثمانية وسبعين. اريد اخر سؤاليا. هذا واجب. مية وثمانية وسبعين. اخر سؤاليا. وتستراحون شوية. الروح الى صفحة اثنين وثمانين. السؤال الاول. صفحة اثنين وثمانين. السؤال الاول. صفحة ثلاثة وثمانين. كلها. واحدة جبرية واحدة مثلثية. التمارين. اريد منكم صفحة ستة وثمانين. السؤال الرابع. وصفحة سبعة وثمانين. بها بالسؤال واحد. السؤال الخامس. صفحة ثمانية وثمانين. السؤال السابع. ثمانية وثمانين. السؤال السابع. اذا فقط ذني الواجبات. شوية رح انتعبكم بها شوية. لكن انا منذ الضبطون الفكرة. الفكرة هي سهلة. مو صعبة. ولكن وين الطالب ده يوقع بالتعويض النهائي. خصوصا اذا يطلع بها كسور. فلازم يكون مركز على الحل. اليوم محاضرتنا رح ننهيها من وقت. اضطيكم مجال تحلون الواجبات. وان شاء الله نختم موضوع المساحة. بالمحاضرة القادمة باذن الله. شكرا لحضوركم. وتصبحون على خير. شكرا لحضوركم. اشتركوا في القناة